بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس قديد من دروس مادة الكيميا للصف التاسع الأساسي اليوم إن شاء الله تعالى بيكون معنا مراقعة لدروس الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني في مادة الكيميا بيكون إن شاء الله تعالى معنا اللي هو مراقعة لبعض الدروس ففي البداية بنتعرف إن شاء الله تعالى على اللي هو دروس أو محتوى الاختبار النهاي في الفصل الدراسي الأول إن شاء الله تعالى عزائي الطلاب بيكون معاكم بإذن الله تعالى أربع دروس الباقي الدروس طبعا تعتبر محذوفة لا تكون داخلة في الاختبار النهائي بحكم أن في بعض الدروس كانت موجودة في الاختبار القصير الأول والثاني والثالث وفي بعض الدروس تم حذفها بسبب جائحة كورونا إذن في الفصل الدراسي الأول سيكون معكم أعزائي الطلاب أربع دروس فقط الدرس الأول حالات المادة والدرس الثاني فصل المواد وتنقيتها الدرس الثالث الروابط الكيميائية طبعا هنا في خطأ الروابط الكيميائية وهميتها الدرس الرابع الصياغ الكيميائية في الفصل الدراسي الثاني بيكون معكم كذلك أربع دروس الكواشف والرقم الهايدروغيني تحديد الأحماض والقواعد المزيد من المعادلات الكيميائية وكذلك تفاعلات تكوين الأملاح إذن أعزائي الطلاب هذه هي دروس الفصل الدراسي الأول والفصل الثاني اللي داخل في الاختبار النهائي في البداية بيكون معانا إن شاء الله تعالى دروس مراقعة لبعض الدروس بشكل سريع أول حاجة أنا عندي طبعا اللي هو درس اللي هو طبيعة المادة وحالات المادة عندي أنا الآن من خلال هذا الشكل اللي موجود أمامكم ثلاث حالات من حالات المادة طبعا أنتو تعرفتوا أن حالة عندي أنا ثلاث حالات من حالات المادة عندي حالة صلبة عندي حالة سائلة عندي حالة غازية لما نتكلم عن الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية هناك درست بعض الخصائص التي تتميز بها الحالة الصلبة والسائلة والغازية فعلى سبيل المثال لما نتكلم عن الحالة الصلبة فالحالة الصلبة عرفتوا عزائي الطلاب أن الشكل لها ثابت والحقم كذلك ثابت والحركة ما بين القسيمات تعتبر حركة ماذا اهتزازية بحكم أن المسافة بين القسيمات قليلة جدا بينما في الحالة السائلة عرفتوا أن المسافات التي هي ما بين القسيمات تعتبر نوعا ما متوسطة وبالتالي تكون الحركة انتقالية واهتزازية بنفس الوقت في الحالة السائلة أما في الحالة الغازية فعرفتوا عزائي الطلاب أن الحركة تكون انتقالية وعشوائية ليش بحكم أن المسافة ما بين القسيمات تعتبر مسافة كبيرة جدا وتكاد تكون معدومة الآن من خلال الأشكال الموجودة أمامنا عندي أنا المادة A والمادة B والمادة C لما نقل الآن نلاحظ على القسيمات نلاحظ أن المادة A القسيمات ما لها المسافة ما بين القسيمات نوعا ما متوسطة بينما في B نلاحظ أن المسافات كبيرة جدا بينما في C نلاحظ أنها قليلة جدا وبالتالي تكون الحالة السائلة طبعا اللي هي المادة A بتكون حالتها سائلة B بتكون اللي هي الحالة الغازية و C بتكون الحالة الصلبة إذن أعزائي الطلاب كيف أنا عرفت أن الأي تعتبر حالة سائلة بي غازية وسي صلبة من خلال المسافة ما بين القسيمات إذا كانت المسافة ما بين القسيمات قليلة جدا جدا فهي عبارة عن حالة صلبة أي الحالات تملك الترتيب الأكثر تنظيمة الآن نعكم ثلاثة أشكال لما نلاحظ على الأشكال الثلاثة نلاحظ أن الحالة الصلبة هي الحالة التي تعتبر أكثر تنظيما بحكم أن الحركة ما بين القسيمات تعتبر حركة اهتزازية تعتبر حركة اهتزازية وليست انتقالية في أي حالة تكون المسافات أكبر بين القسيمات إذن لما نلاحظ الآن من خلال الأشكال الموجودة عرفنا أنها الحالة الغازية في أي حالة تكون القسيمات ثابتة في مكانها ثابتة دائما القسيمات في مكانها التي هي في الحالة الصلبة في أي حالتين تكون القسيمات قادرة على الانتقال من مكان إلى آخر دائما القسيمات تكون قادرة من الانتقال من مكان إلى آخر في حالتين التي هي الحالة السائلة وكذلك الحالة الغازية الحالة السائلة والحالة الغازية والدليل أن دائما في الحالة السائلة يعتبر الشكل غير ثابت بينما الحجم ثابت هذا في الحالة السائلة أما في الحالة الغازية طبعا لا الشكل ثابت ولا الحجم ثابت أما في الحالة الصلبة فيعتبر الشكل والحكم ثابت بنفس الوقت في أي حالتين تكون القسيمات قادرة على الانتقال تكلمنا في الحالة السائلة والحالة الغازية في أي حالة تكون القسيمات أكثر حرية في الحركة لما نلاحظ اللي هو الرسوم اللي موجودة أمامي ABC بل لاحظ أن الحالة الغازية فيه عندي مسافات كبيرة ما بين القسيمات وبالتالي هنا بيكون اللي هو الحرية في الحركة والتنقل بيكون بشكل أكبر من الحالة السائلة والغازية والصلبة عندي كذلك تمرين آخر يطلق أو سؤال آخر يطلق على تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إذن نضرب مثال علشان تكون الفكرة واضحة دائما عزائي الطلاب فهم السؤال نصف الإقابة إذن أنا عندي السؤال الأول تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة لما يكون أنا عندي قطعة الثلج هذا قطعة الثلج لما تتحول إلى ماء إذن ماذا حدث لقطعة الثلج حدث لها يا عزائي الطلاب اللي هو ماذا انصهار حدث لها ماذا انصهار بحكم أنها تحولت من حالة صلبة إلى حالة ماذا إلى حالة سائلة ثنين يطلق على تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة لاحظوا الآن معي عزائي الطلاب صار عندي أنا العكس من السائلة إلى ماذا إلى الصلبة وبالتالي لما يكون عندي من السائلة إلى الصلبة لما يكون أنا عندي على سبيل المثال ماء هذا الماء لما أضعه في الثلاغة الفريزر مع مرور الوقت بلاحظ أن الماء يحدث له عملية ماذا تقمد إذن هذا الآن هي الإقابة إذن لما تتحول عندي المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة معنات أن عادثت عندي عملية ماذا عملية تقمد اللي هي عكس عملية الإنصهار يطلق على تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية على سبيل المثال عزائي الطلاب اللي هو ماء البحر لما يتبخر ماء البحر يتحول من أي حالة يتحول من حالة سائلة إلى حالة ماذا إلى حالة غازية وبالتالي بيكون عندي اللي هو ماذا عملية التبخر أقم أربعة يطلق على تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة لاحظوا الآن معي عزاء الطلاب أنا عندي غاز هذا الغاز لما يتحول إلى حالة سائلة معناته أن حدثت عندي عملية ماذا عملية تكثف حدثت عندي عملية تكثف إذن هذه عندك بعض الأسئلة بإمكانها تكون كاختيار من متعدد وكذلك بإمكانها أنها تكون ماذا كتعريف على سبيل المثال لما يقول لك عرف عملية الانصهار عملية الانصهار هي تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وهذا الكلام بينطبق على التقمد تعريف التقمد وتعريف التبخر والتكثف لا أقصد نفس التعريف وأقصد إنما نفس السؤال فبإمكان أن يقول لك ما المقصود بعملية التبخر ما المقصود بعملية التقمد ما المقصود بعملية التكثف إذن بإمكان هذا السؤال يكون اختيار من متعدد وإمكانه بيكون كذلك حتى زاوق وبإمكانه يكون كذلك اللي هو ماذا كتعرف عندي الآن رسم بياني يوضح الرسم البياني أدناه منحنة تسخين إذن أنا عندي نوعين من المنحنيات عزائي الطلاب درسته في الفصل الدراسي الأول عندي نوعين من أنواع اللي هو المنحنيات عندي منحنة تسخين عندي منحنة كذلك آخر يسمى بمنحنة تبريد لمادة نقية الآن السؤال تزداد درجة حرارة المادة التي يتم تسخينها مع مرور الزمن ما هي الحالات الفيزيائية للمادة عند النقاط A وB وC وD إذن هو باغع عندي حالة المادة لما يكون في A وكذلك في B وC وD لما نعرف نحن الحالات نحن عرفنا عندي حالة صلبة سائلة غازية إذن الآن هو يقول لك أن في هذا الرمز ما نوع الحالة هل هي صلبة سائلة غازية؟ كيف نعرفها؟ أول حاجة هو قال لي منحنة تسخين كذلك قال لنا عندي مادة نقية عندي منحنة تسخين منحنة تسخين الحالة الأولى اللي بيكون فيه أكيد أن الـ A بتكون حالة ماذا؟ حالة صلبة إذن A بتكون حالة صلبة طيب في B لاحظوا الآن عزاء الطلاب لما انتقلت عندي الحالة من A إلى B لاحظ عندي اللي هو خط درجة الحرارة بتلاحظوا أن صار عندي أنا ثبوت في درجة الحرارة في البداية الآن كأنها ارتفع المنحنة وبعد ذلك ماذا حدث؟ ثبتت درجة الحرارة إذن بما أن ثبتت درجة الحرارة في الفصل الدراسي الأول عرفت أن دائما لما تثبت درجة الحرارة معناته أن عندي نوعين من حالات المادة عندي نوعين من حالات المادة إذن أنا أشوف الحالة اللي قبل والحالة اللي بعد دائما اللي في النص يكون مزيق ما بين الحالة اللي قبل والحالة اللي بعد إذن أنا الآن عندي اللي هو البي قبلها كان عندي حالة ماذا صلبة إذن على طول الصلب ماذا يتحول الصلب يتحول إلى سائل إذن حالة البي يكون بها حالتين حالة سائلة وحالة بنفس الوقت كذلك ماذا صلبة ليش يا أستاذ يكون بها حالتين لأنها تستعد علشان تنتقل من حالة إلى حالة أخرى لذلك ثبتت درجة الحرارة إذن بي يكون عندي حالتين حالتين اللي هي الصلبة والسائلة هنا عندي اللي هي الانصهار قيد الحدوث عندي كذلك الحالة اللي هي سي الآن في بي اتفقنا أنه بيكون عندي صلب وسائل الصلب والسائل بعد ذلك لما ينتقل إلى مرحلة سي خلاص الثلق على سبيل المثال لو كاننا عندي ثلق اللي هو في النقطة أ الثلق يكون في النقطة أي ثلق في النقطة بيكون نصة ماء ونصة ثلق لما يتحول إلى سي خلاص بيتتحول كامل المادة إلى الحالة ماذا السائلة إذن السي بتكون حالة سائلا أننا نحن اتفقنا دائما اللي تثبت عندها درجة الحرارة تكون مزيق ما بين النقطة اللي قبل والنقطة اللي بعد في بينما في الحالة دي لما نجن شوف النقطة دي نفس الحالة بنلاحظ أن عندي أنا درجة الحرارة ثبتت وبالتالي لما تثبت درجة الحرارة عزاء الطلاب خذوها قاعدة دائما يكون بها اللي هو نوعين من حالات المادة لأن المادة تستعد علشان تنتقل من حالة إلى حالة ماذا أخرى وبالتالي الآن أنا بيكون عندي اللي هي الحالة السائلة والحالة الغازية الحالة السائلة ماذا والحالة الغازية طيب لو كان أنا عندي نقطة أخرى على سبيل المثال هنا F هذه F بتكون حالتها ماذا غازية إذا كان معي في المنحنة F بتكون حالتها غازية كم تبلغ درجة انصهار هذه المادة إذن درجة انصهار المادة تكلمنا عنها قبل شوية قلنا دائماً اللي هي لما تثبت فيها درقة الحرارة لما تتحول المادة من شكل إلى شكل آخر إذن عندي اللي هي درقة الحرارة اللي هي الغليان بتكون 17 درقة سيليزية كم تبلغ درقة غليان هذه المادة؟ دائماً درقة غليان المادة هذه الآن اللي موجودة عندكم نشوف اللي هي اللي ثبتت عندها درقة الحرارة هنا اللي ثبتت درقة الحرارة عندها اللي هي النقطة D إذن لما نشوف النقطة D تقابلها في المقابل كم درجة الحرارة اللي هي 100 و 15 معنات أن أعزائي الطلاب هنا درجة الغليان عبارة عن 100 و 15 طيب ماذا يحدث لدرجة الحرارة أثناء تغير حالة المادة الآن شرحناها قلنا دائما المادة لما تريد تنتقل من شكل إلى شكل آخر نلاحظ أن درجة الحرارة ماذا تثبت درجة الحرارة تثبت إذن هذه هي الإجابات على هذا السؤال أضيف سؤال آخر الآن هو في السؤال قال لأن هذا المنحنى تسخين لمادة نقية لكن لماذا هذا يعتبر لمادة نقية دائما أعزائي الطلاب لما يكون عندي منحنى هذا المنحنى درجة الغليان تثبت عندي درجات مثل درجة الغليان ودرجة الانصهار لما يصير في ثبوت في درجة الحرارة معناته أن هذه المادة عبارة عن مادة نقية لما ألاحظ لما أشوف الشكل اللي موجود أمامي أدرس الشكل اللي موجود أمامي إذا كان الشكل اللي موجود أمامي لاحظت أن موجود عندي درجة غليان ودرجة انصهار ثابتة معنات أن هذا منحنى لمادة نقية سؤال آخر عندي الآن أنا رسم الذي هو أملأ الفراغات DCBA في الرسم أدنى بما هو مناسب إذن أعزائي الطلاب الآن تغير الشكل كان قبل شيء عندي رسم بياني الآن كأنه مخطط هذا المخطط أدرسه أشوفه الآن عندي أنا نقاط ABCD يريد يشوف هذه ماذا تمثل فلما نقي أول حاجة نبدأ من الأسفل ونتبع السهم إلى الأعلى الآن أنا عندي النقطة C عندي في سهم نازل للأسفل وفي سهم أصاعد إلى الأعلى أروح على السهم اللي صاعد إلى الأعلى عندي عملية تسمى بعملية انصخار إذن من اللي ينصهر في البداية اللي هو من؟ الثلك على سبيل المثال الثلك تعتبر حالته ماذا؟ هي صلبة ولا سائلة ولا غازية إذن هي عبارة عن حالة ماذا؟ صلبة لأن قوة التماسك ما بين القسيمات مالة كبيرة إذن الآن السي تعتبر حالة ماذا؟ حالة صلبة لاحظنا إذن هذا السهم الآن صعد إلى الأعلى عندي أنا ثلق عزيزي الطلاب الثلق هذا لما ينصهر يتحول إلى أي حالة؟ يتحول إلى حالة ماذا؟ يتحول إلى حالة سائلة معناته أن البي عبارة عن حالة ماذا؟ حالة سائلة طيب هذا الآن الحالة السائلة لما يصير في عملية تبخر لما عندي أنا ماء على سبيل المثال تحدث به عملية تبخر لما يتبخر الماء يتحول عندي من الحالة السائلة إلى الحالة ماذا؟ إلى الحالة الغازية معناته أن الـ A عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حالة غازية إذن الآن الـ C تعتبر صلب الـ B تعتبر سائل والـ A تعتبر ماذا؟ تعتبر غاز لما نرقع بنشوف أنه لما يكون عندي غاز يصير عندي عملية تكثف بيتحول إلى ماذا؟ بيتحول إلى سائل السائل على سبيل المثال اللي هو به لما يتحول إلى صلب بيحدث به ماذا؟ عملية تقمد طيب أنا عندي سهم الآن إلى الأعلى هذا اللي هو السهم اللي موجود هنا صاعد إلى الأعلى يقول لي هذه دي ماذا تمثل؟ أعطيني نقطة كاتب اللي هو درقة الحرارة دائما عزائي الطلاب لما أصعدنا في هذا الآن اللي هو المخطط اللي موجود أمامي ألاحظ درقة الحرارة ماذا يحدث لدرقة الحرارة؟ عندي أنا على سبيل المثال مادة صلبة هذه المادة الصلبة تحولت إلى حالة سائلة إذن هل درقة الحرارة معناها زادت؟ ولا قلت؟ إذن معناها أنها زادت لأن لما يحدث عندي زيادة في درقة الحرارة تقل الروابط ما بين التقل اللي هي قوة التماسك ما بين القسيمات وبالتالي تتحول المادة من شكل إلى شكل آخر إذن دي بتمثل اللي هو زيادة إذن الأي عندي غاز اللي هي بالأعلى بي عندي اللي هو سائل وسي عندي صلب و دي عندي اللي هي زيادة في درقة الحرارة ما العامل الفيزيائي الآخر الذي يؤدي إلى تغير الحالة الفيزيائية مع ثبات درقة الحرارة؟ عندي دائما أنا عاملين لما درسنا في الفصل الدراسي الأول عندك اللي هو عاملين اللي يأثروا على حالة المادة العامل الأول قلنا درقة الحرارة والعامل الثاني أعزاء الطلاب اللي هو ماذا؟ الضغط العامل الثاني اللي هو الضغط سؤال آخر ما المقصود بكل من السائل المتطاير والمادة؟ لما أتكلم عن السائل المتطاير دائما لازم أذكر اللي هو درقة الغليان درقة الغليان فدائما لما يكون عندي درقة غليان منخفضة معناته أن يكون عندي تطاير ماذا؟ تطاير أكثر طبعا المادة درستوها بشكل مفصل هي أي شيء له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. واذكرنا أن حالات المادة ثلاثة أذي أعزائي الطلاب تعريفات بسيطة بإمكانك أن تحفظها لكن كيف أنا أطبقها فلاحظوا معي مثلا الآن اللي هو رتب السواء للثلاثة الآتية وفق قابليتها للتطاير. لاحظوا معي أعزائي الطلاب وفق قابليتها للتطاير من الأكثر إلى الأقل. لاحظوا معي من الأكثر إلى الأقل. لازم أعزائي الطلاب أركز. بعض الأحيان يمكن يقول لك من الأقل إلى الأكثر. بعض الأحيان يقول لك من الأكثر إلى الأقل. فلازم نركز على هذه القزئية. إذن أنا الآن عرفت ما المقصود بالسائل المتطاير. السائل المتطاير عبارة عن ماذا؟ سائل يتبخر بسهولة. وله درجة غليان منخفضة نسبيا. إذن دائما اللي فيه درجة غليان واللي يملك درجة غليان منخفضة. معناته أن يتبخر ماذا؟ أو معناته أنه يملك اللي هو تطاير أكثر. اللي درجة غليان منخفضة هو اللي يكون أكثر تطاير. خلينا الآن نشوف. عندي أنا أول حاجة اللي هو الماء. درجة غليان 100 درجة سيليزية. عندي حمض الإيثانويك. درجة غليان 117.9 درجة سيليزية. عندي الإيثانول. درجة غليان 78 درجة سيليزية. إذن نحن اتفقنا أن دائما السائل لأكثر تطاير. هو اللي درجة غليان أقل نسبيا. إذن الآن أنا عندي سوائل. أشوف هذه السوائل. من اللي درجة غليان أقل؟ اللي درجة غليان أقل. معناته هو الذي يتطاير بشكل أكبر. إذن الآن الماء 100. حمض الإيثانويك. 117.9 الإيثانول درجة غليان ماذا؟ 78. إذن على طول بيكون عندي أول حاجة. اللي هو الإيثانول. بحكم أن درجة غليان أقل. وبالتالي هو 78. فلاحظوا معي. 78 يعتبر أقل من 100. وأقل من 117.9. إذن الإيثانول يعتبر هو الأكثر تطاير. ثم من؟ ثم الماء. بحكم أنه 100. ثم حمض الإيثانويك. بحكم أنه 117.9. إذن أعزائي الطلاب. دائما السائل الأكثر تطاير. هو الذي درجت غليانه أقل. عندي سؤال آخر. هذا الدرس الآن اللي هو فصل المواد وتنقيتها. كيف تتمكن من فصل؟ عندي الماء عن مياه البحر. الآن أنا أريد أفصل الماء عن ماء البحر. نركز عزيز الطالب. أنا ما أريد أفصل الملح عن ماء البحر. أنا أريد أفصل الماء عن ماء البحر. وبالتالي سأستخدم عملية ماذا؟ عملية التقطير أريد أفصله من مخلوط الإيثانول مع الماء يعني عندما يكون عندي محلول أو عندما يكون عندي مخلوط هذا المخلوط مكون من إيثانول وماء أنا أريد أن أفصل الإيثانول عن الماء ماذا أستخدم؟ عرفنا أن أستخدم طريقة التقطير التكزيائي عندي حاجة تدعى بالتقطير التكزين عندي كذلك اللي هو نوع آخر من الطرق لفصل اللي هي المحاليل والمخاليط ما نوع المواد التي صممت الكروماتوغرافيا لفصلهما دائما لما تسمع كلمة الكروماتوغرافيا عزيزي الطالب تذكر اللي هي ملونات الطعام تذكر الأصباغ على سبيل المثال تذكر اللي هو الحبر لأن هذا الألوان والأصباغ هذه جميعها يتم فصل مكوناتها عن طريق طريقة تسمى بطريقة الكروماتوغرافيا طريقة الكروماتوغرافيا إذن المواد الملونة مثل الأصباغ لكن واحد من الطلاب دائما يصير عنده نوعا ما لبس في الموضوع ما بين عملية التقطير وما بين عملية التقطير التكزين بحكم أن شكل عملية التقطير أو الشكل الذي يدل على عملية التقطير والشكل الذي يدل على عملية التقطير التكزي فيه نوعا ما تشابه فما الفرق بينهما لاحظوا الآن معي أنا الآن الأشكال كيف أنا أفرق ما بين عملية التقطير شكل عملية التقطير وشكل عملية التقطير التكزي دائما عزيز الطالب لما يكوننا عندي عملية التقطير التجزي أو شكل عملية التقطير التجزي بلاحظ أن في موجود عندي حاجة تسمى بعمود التجزية لاحظوا معي عامود التجزية بينما لما ألاحظ أنه هو شكل عملية التقطير ألاحظ أن الجهاز المستخدم في عملية التقطير لا يوجد به عامود التجزية لا يوجد به عامود التجزية إذن الآن من خلال النظر علشان أنا أفرق بين جهاز التقطير وبين جهاز التقطير التجزئي أنظر إلى عامود التجزئة الجهاز اللي به عامود التجزئة معناته أنه جهاز التقطير التجزئي معناته أنه جهاز التقطير ماذا؟ التجزئي فلاحظوا هنا مثلا عندي أنا درجات غليان موجودة في اللي هو جهاز التقطير التجزئي عندي مثلا ثمانين تسعة وسبعين ثمانية وسبعين إذن من اللي بيت بخار أولا من اللي بيت طاير أسرع أولا اللي هو اللي درقة غليانه ماذا أقل وبالتالي أول بيكون 78 بعد ذلك 79 بعد ذلك اللي هو 80 إذن عزيز الطالب لما يكون عندك شكلين عملي جهاز التقطير وجهاز التقطير التكزيي علشان تعرف الفرق بينهم شوف اللي في عامو التكزية على طول هو يعتبر جهاز التقطير التكزيي مثال آخر أو سؤال آخر جميل جدا اللي هو على درس الكروماتوغرافيا الشكل المقابل يوضح عملية فصل مكونات مخلوط من مادتين ما أسم طريقة الفصل المقابلة إذن على طول لما تشوف هذا الشكل هذا الشكل عبارة عن طريقة اللي هي الفصل الكروماتوغرافيا عملية الفصل ماذا الكروماتوغرافيا ما في شكل موجود في كتاب الطالب للصف التاسع الأساسي لمادة الكيميا يشبه هذا الشكل ما موجود إلا ما عادة اللي هو الكروماتوغرافيا يعني جميع الأشكال اللي موجودة معاكم في الكتاب لما يكون عندي بهذا الطريقة أو فصل الملونات الطعام أو فصل على سبيل المثال المواد بتلاحظ أنه دائما يشير إلى طريقة ماذا الكروماتوغرافيا إذن الطريقة الفصل هي عبارة عن اللي هو الكروماتوغرافيا احسب معامل الـ RV الـ RV طبعا اللي هو معامل التأخر عندي مادة تيم عندي المادة X وعندي المادة Y كيف أنا أقدر أحسب اللي هو معامل التأخر الـ RV للمادة X وللمادة Y دائما أنا عندي قانون هذا القانون بإمكاني أني أعوض بشكل مباشر إذن الـ RV معامل التأخر يساوي ماذا؟ المسافة التي قطعتها المادة على المسافة التي قطعتها قبهة المذيب إذن أنا عندي حاكتين مسافتين مسافة قطعتها المادة ومسافة قطعتها قبهة ماذا؟ قبهة المذيب إذن أروح أول حاجة على المادة X أنا عندي هذه المادة X هذه الآن المادة X أروح أشوف كم المسافة التي قطعتها هذه المادة X فبلاحظ أعزائي الطلاب أن المادة X المسافة التي قطعتها كم؟ ثمانية طيب قهة المذيب أو قبهة المذيب كم موجودة عندي الآن من خلال الشكل؟ قبهة المذيب أعزائي الطلاب هي آخر نقطة هذه الموجودة الآن هنا آخر نقطة الآن الموجودة هنا كم المسافة فيها؟ المسافة بها كم؟ 10 سانتي متر وبالتالي أنا بيكون عندي المسافة التي قطعتها المادة للنقطة X اللي هو ثمانية وقبهة المذيب للنقطة X تعتبر كم؟ 10 طيب الـ RV للنقطة Y هذه الآن الـ Y أنا عندي قانون المسافة التي قطعتها المادة على المسافة التي قطعتها قبهة المذيب المسافة التي قطعتها المادة كم؟ أعزائي الطلاب لاحظوا أنا عندي هذا الآن الخط كم عندي المسافة التي قطعتها اللي هي المادة Y إذن بيكون عندي كم؟ اثنين بينما قبهة المذيب نفسها اللي موجودة في X نفسها اللي موجودة في Y اللي هي كم؟ عشرة وبالتالي لما أحسب اللي هي RV للX اللي هو معامل التأخر بيكون عندي المسافة التي قطعتها المادة ثمانية والمسافة التي قطعتها قبهة المذيب عبارة عن عشرة إذن الناتق بيكون صفر فاصل ثمانية طيب واحد من الطلاب يقول يا أستاذ ما هي الوحدة لمعامل الRV طبعا هنا لا يوجد وحدة بحكم أن الأول بالسانتيمتر والثاني بالسانتيمتر وبالتالي السانتيمتر اللي بالأعلى بتروح مع السانتيمتر اللي موجودة بالأسفل بينما الRV للY مثل ما اتفقنا أنا عندي ثنين وعندي كذلك عشرة الناتق بيكون صفر فاصل ثنين كذلك عزائي الطلاب عندي أنا الصيغة الكيميائية درس الصيغة الكيميائية في الفصل الدراسي الأول لما أجي أشوف اللي هو اسم المركب عندي قدول الآن يقول لك السؤال املأ الفراغات في القدول اسم المركب الصيغة الكيميائية الصيغة البنائية النموذج القزيي عندي أنا اللي هو الصيغة الكيميائية لكلوريد الهايدروجين لما أشوف الآن كلوريد الهايدروجين هذه الصيغة البنائية من خلال الصيغة البنائية بإمكاني أني أجيب حتى الصيغة ماذا؟ الكيميائية إذن أنا عندي ذرة من هيدروجين وعندي ذرة من الكلور إذن الصيغة الكيميائية لكلوريد الهايدروجين بتكون الماء الصيغة البنائية له وعندي ذرتين هيدروجين إذن بيكون عندي الـ H2O بينما الأمونيا عندي ذرة واحدة من النايدروجين وعندي ثلاث ذرات من الهايدروجين إذن بتكون صيغة الأمونيا اللي هو NH3 NH ماذا؟ NH3 لأن الصيغة البنائية لما تقشوفها النايدروجين عدد ذراته واحد والهايدروجين عدد ذراته ثلاثة طيب هنا الآن يقول لك ما اسم المركب وعاطينك الصيغة الكيميائية والصيغة البنائية لما تشوف عزيزي الطالب حتى هنا في الصيغة البنائية بتلاحظ أن ذرة كربون محاطة بكم اللي هي بكم ذرة هيدروجين محاطة بأربع ذرات هيدروجين وهذا طبعا يعتبر غاز الميثان الإيثين عندي الإيثين لما أجل أشوف الصيغة البنائية بلاحظ أن الإيثين مكون من ماذا؟ مكون الإيثين من اللي هو ذرتين ذرتين كربون ومكون من أربع ذرات هيدروجين إذن الصيغة الكيميائية بتكون سيتو أتش فور ليش أنا يا أستاذ عملت سيتو بحكم أننا عندي ذرتين كربون الآن اسم المركب هو الصيغة الكيميائية وهو عاطينك اللي هو ماذا؟ الصيغة البنائية طبعا هذا غاز مشهور دائما اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون غاز ثاني أكسيد الكربون مكون من ذرة من ذرة كربون واحدة مرتبطة مع ذرتين للأكسوغين وبالتالي بتكون الصيغة الكيميائية له سي أو تو هذه هي الصيغة الكيميائية لثاني أكسيد الكربون سؤال آخر في الصيغة الكيميائية عندنا دائما في الصيغة الكيميائية لما يتكون عندي مركب عند المركبات نحن عندنا نوعين من الروابط أو نوعين من المركبات تكلمنا عنهم في الفصل الدراسي الأول عندي في مركب يسمى مركب أيوني وفي مركب عزيزي الطلاب يسمى بمركب تساهمي ويش الفرق ما بين المركب الأيوني والمركب التساهمي المركب الأيوني عزاء الطلاب دائما يتكون من فلز ولا فلز دائما المركب الأيوني يتكون من فلز من اتحاد فلز مع لا فلز والفلزات موجودة دائما في يسار القدول الدوري واللا فلزات موجودة في يمين القدول الدوري مثل ما عرفته في الفصل الدراسي الأول الآن أنا أريد أعرف هذا المركب من ماذا يتكون العناصر المكونة له وكذلك نوع الترابط أعطيني مثال عندي أول حاجة كلوريد الصوديوم كلوريد الصوديوم رمزه الكيميائي NACL وبالتالي ماذا مكون؟ مكون أول حاجة عزائي الطلاب من اللي هو الصوديوم ومكون كذلك ماذا؟ من الكلور لما أروح أشوف الصوديوم في القدول الدوري أعرف أنه يعتبر من الفلزات موجود في المجموعة الأولى عدده الذرة عبارة عن 11 إذن معناته أن الصوديوم عبارة عن فلز بينما الكلور موجود في يسار القدول الدوري موجود في المجموعة السابعة عدده الذرة 17 وبالتالي لما يكون عندي اتحاد ما بين لا فلز ما بين اتحاد فلز مع لا فلز على طول عزائي الطلاب بيكون عندي اللي هو مركب أيوني إذن على طول لاحظوا هنا عندي مركب أيوني مكون من ماذا؟ الصوديوم يعتبر فلز الكلور لا فلز بينما لما نشوف المثال الثاني اللي هو الأمونيا النايتروغين يعتبر لا فلز الهايدروغين يعتبر لا فلز إذن لاحظوا معي الفرق بين الأول والثاني الأول مكون من فلز ولا فلز بينما الثاني عزائي الطلاب مكون من لا فلز اتحد مع لا فلز وبالتالي بيكون عندي مركب تساهمي أكسيد الكالسيوم الكالسيوم يعتبر من الفلزات والأكسوغين يعتبر من اللا فلزات إذن صار عندي اتحاد بين فلز مع لا فلز وبالتالي بيكون عندي رابطة أيونية غاز الميثان CH4 الكربون يعتبر لا فلز اتحد مع هايدروغين الذي يعتبر لا فلز نتق عندي رابطة تساهمية نيتريد الماغنيسيوم الماغنيسيوم يعتبر من الفلزات والنايتروغين يعتبر من اللا فلزات وبالتالي عبارة عن مركب أيوني لأنه بحكم أن الماغنيسيوم موجود في المجموعة الثانية ويعتبر من الفلزات كذلك الفرق ما بين المركب الأيوني والمركب التساهمي عزاء الطلاب لما اتكلم عن الفرق ما بينهم دائما الفرق ما بينهم موجود معاكم في كتاب الطالب مقارنة قدول ما بين المركب الأيوني وما بين المركب التساهمي من ضمن المقارنة ما بينهم اللي هو الذوبان والتوصيل الكهربائي لما نتكلم عن المركب الأيوني هل المركب الأيوني يذوب في الماء؟ طبعا نعم قلنا نعطي مثال على مركب أيوني يذوب في الماء كلوريد السوديوم ملح الطعام للجميع الشائع معنا أنه هو كلوريد الصوديوم كلوريد الصوديوم عبارة عن ملح لما توضعه في الماء مع مرور الوقت بتحصل أنه بيحدث عندي عملية ماذا؟ ذوبان. إذن هذا الآن حدث في ذوبان إذن المركب الأيوني تذوب في الماء لكنها لا تذوب في المذيبات العضوية المركب التساهمي عزاء الطلاب طبعا يذوب في المذيبات العضوية وقليلة الذوبان في الماء. لاحظوا معي قليلة الذوبان في الماء. ما معناته أنه يذوب قليل الذوبان في الماء. التوصيل للكهربائي لما نتكلم عن كلوريد الصوديوم اللي هو كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. أعزائي الطلاب لاحظوا عندي أن المركب الأيوني لما يكون في الحالة صلبة فهو يعتبر غير موصل للكهرباء. ملح الطعام لما يكون في الحالة صلبة يعتبر غير موصل للكهرباء لكن لما أجيب على سبيل المثال ملح طعام أضعه في الماء فهنا صار عندي محلول كلوريد الصوديوم وبالتالي دائما المركب الأيوني لما يكون عندي محلول ويكون عندي مصهور فمعناته أنه بيوصل ماذا؟ بيوصل التيار الكهرباء. إذن ركز معي عزيز الطالب. المركب الأيوني في الحالة الصلبة لا يوصل كهرباء. لا يوصل كهرباء. هذا لما يكون في الحالة الصلبة. لكن لما يكون على شكل محلول لما يكون على شكل مصهور فهو يوصل ماذا للتيار الكهربائي المركب التساهمي طبعا المحالي والمصاهرها لا يوصل ماذا التيار الكهربائي المركب الأيوني من بين المركبات الكيميائية الأهتية عندي أنا الآن مركبات هذه المركبات أريد أستخرج منها اللي هو المركب الأيوني علشان أعرف أن المركب الأيوني أروح على المركب اللي عاطيني عندي فلز لا فلز عندي لا فلز مع لا فلز فلز مع لا فلز يعطيني اللي هو مركب أيوني لافلز مع لافلز يعطيني اللي هو مركب تساهمي إذن الآن كلوريد الهايدروجين عبارة عن كلور اتحد مع هيدروجين لكلور يعتبر لافلز والهايدروجين يعتبر لافلز الماء مكون من هيدروجين وأكسوجين الأول لافلز والثاني لافلز الميثان سي أتش فور الأول كلور والثاني هيدروجين هذه تعتبر لافلزات كلوريد الصوديوم لاحظوا معي لما نتكلم عن كلوريد الصوديوم فهو ومكون من ماذا مكون من كلور ومكون من السوديوم السوديوم يعتبر فلز والكلور يعتبر لا فلز إذن الإقابة الصحيحة هي كلوريد السوديوم فمن بين هذه المركبات كامل المركب الأيوني الوحيد هو يعتبر كلوريد السوديوم أما باقي المركبات مثل الميتان والماء وكلوريد الهايدروجين هذه عبارة عن مركبات تساهمية عبارة عن مركبات تساهمية أعيد وأكرر عزاء الطلاب دائما لما يكون عندي مركب أيوني في حالة صلبة فهو لا يوصل التيار الكهربائي لماذا؟ بنعرف إن شاء الله بعد شوية عندي سؤال آخر ما المقصود بكل من الأنيون والكاتيون والرابطة الأيونية والرابطة التساهمية لما تسمع عزيزي الطالب كلمة أنيون تذكر اللي هو كسب إلكترونات لما عندي أي عنصر يكسب إلكترونات بيتحول عندي اللي هو الأنيون لكن لما يفقد إلكترونات بيتحول عندي اللي هو إلى شكل الكاتيون بينما الرابطة الأيونية دائما عزيزي الرابطة الأيونية تلاحظ أن يكون من اتحاد عنصرين متعاكسات في الشحنة متعاكسات ماذا؟ في الشحنة بينما الرابطة التساهمية دائما بتلاحظ أن يذكر بها كلمة تشارك تشارك زوج مناء الإلكترونات إذن الأنيون هو القسيم الذي يتكون عندما تكسب الذرة لاحظوا معي كلمة ماذا تكسب تكسب الذرة إلكترونا واحدا أو أكثر من إلكترون الكاتيون هو القسيم الذي يتكون عندما تفقد لاحظ عزيز الطالب تفقد الأول تكسب الثاني تفقد اللي هو تفقد الذرة إلكترونا واحدا أو أكثر من إلكترون الرابطة الأيونية لما نرى التعريف التي تنشأ من التقاذب الكهروستاتيكي بين أيونات ذات شحنات متعاكسة لاحظوا معي أعزائي الطلاب شحنات متعاكسة دائما الشحنات المتعاكسة ينتقى عندي في هذا السؤال الرابطة الأيونية الرابطة التساهمية تلاحظ أنها تنشأ عن طريق ماذا التشارك؟ عن طريق ماذا التشارك؟ اسمها رابطة تساهمية اسمها رابطة تساهمية كل عنصر يساهم ماذا؟ يساهم بإلكترونات الآن زاوق ما بين المصطلحات المدرقة في العامود الأيمن مع التعريف عندي أيون عندي قزي عندي رابطة تساهمية عندي رابطة أيونية قبل شوي لما تكلمنا عن الرابطة التساهمية قلنا بها ماذا؟ بها اشتراك إذن لاحظوا الآن نبحث عن تعريف به كلمة اشتراك أو مشترك أو مشاركة زوج من الإلكترونات من اللي فيه المشاركة اللي هو آخر واحد إذن هذا الآن موجود آخر شيء هذا عبارة عن رابطة تساهمية طيب لما يكون عندي شحنتين متعاكسات قبل شوي تكلمنا قلنا أنها عبارة عن رابطة أيونية إذن لاحظوا عندي قوة تقاذب كهروستاتيكية بين أيونين يحملان شحنتين متعاكستين إذن هذا عبارة عن تعريف الرابطة الأيونية بينما تعريف القزي ذرتان أو عدة ذرات مترابطة قوة تقاذب كهروستاتيكية بين أيونين يحملان شحنتين متعاكستين عندي الآن شكل هذا الشكل هل هو عبارة عن رابطة أيونية ولا رابطة تساهمية على طول دام أننا موجود عندي اللي هو صوديوم إذن على طول يعتبر فلز إذن هو عبارة عن مركب أيوني إذن موجود به رابطة أيونية مانوع التركيب طبعا يعتبر شبكة أيونية بحكم أنه مركب أيوني استنتق صيغته طبعا لما يتحد صوديوم مع كلور كلور آخر مستوى طاقة به سبعة إلكترونات بينما الصوديوم آخر مستوى طاقة به إلكترون واحد بيصير عندي اللي هي رابطة أيونية وبيصير عندي اللي هي الصيغة الكيميائية NACL حدد الحالتين اللتين يكون هذا المركب فيهما موصلا أي أيوني علشان يكون موصل إما أن يكون محلول أو مصهور إما أن يكون محلول أو مصهور فهذا الآن المركب اللي موجود عندي عبارة عن مركب أيوني وبالتالي علشان يوصل طيار كهربائي لازم إما يكون في شكل محلول في صورة محلول أو في صورة مصهور عندي هذا المركب الآن اتحاد بين كربون وبين اللي هو الهايدروغين إذن لا فلز مع لا فلز إذن روع الرابطة على طول رابطة تساهمية مانوع التركيب البنائي طبعا يكون على شكل قزي قزي بسيط أكتب الصيغة الكيميائية الصيغة الكيميائية أروح أنا كم ذرة كربون معي ذرة كربون واحدة كم ذرة هيدروغين معي موجود عندي أربع ذرات هيدروغين إذن الصيغة الكيميائية بتكون C-H4 أو بإمكانها تكون اللي هو H4C فالسر يمتلك هذا المركب درقتين صهار وغليان منخفضتين نسبيا بحكم أن هذا المركب اللي موجود أمامكم اللي هو الميثان قوة ترابط ما بينه تعتبر قوة ماذا ضعيفة وبالتالي قوة ترابط ما بين القزيات في الميثان ضعيفة جدا ولا تحتاج للكثير من الطاقة للفصل ما بينها عندي ما عدد الذرات العناء عندي الآن أنا مركبات مثل هيدروكسيد الصوديوم الإيثان عندي حمض الكبريتيك عندي الينترات النحاس عندي اللي هو السكاروز علشان أعرف عزيز الطالب كم عدد اللي هو العناصر المكونة عندي عندي أنا الصيغة اللي هي هيدروكسيد الصوديوم معي هنا نا واحد إذن عدد ذرات الصوديوم عبارة عن واحد الأكسوغين نفس الشيء هنا واحد إذن هذه واحد الهايدروكين نفس الشيء واحد إذن هذه واحد بينما هنا لاحظوا الكربون عبارة عن ذر عندي اللي هو الثنين والهايدروكين عبارة عن ستة وهذا الكلام ينطبق على باقي الأمثلة خلينا نضرب مثال على نترات النحاس بحكم أن نترات النحاس يعتبر تركيبة غير عن باقي المركبات هنا لما تجد شوف النحاس عبارة عن ذرة واحدة لكن لما تجد شوف على ال إن هنا صحيح مكتوب واحد ما معناته أن عدد ذرات واحد لأن هذا الواحد مضروبة في هذه الثنين الموجودة بعد القوس فهذه الثنين الموجودة بعد القوس هذه تعتبر ذرات كذلك مضروبة في ذرات الموجودة بداخل القوس وبالتالي 2 ضرب 1 يكون لدي 2 2 ضرب 3 الموجودة هنا يعتبر كم 2 ضرب 3؟ يعتبر لدي 6 وفي السكر وزيكاربون 12 الهايدروجين 22 والوكسوجين 11 كيف يوصل مصهور كلوريد الصوديوم الماء؟ دائما المصهور أو المحلول يتكون عندي أيونات هي الأيونات التي تجعل هذا المصهور أو المحلول يوصل تيار كهربائي لماذا لا يوصل مركب كلوريد الصوديوم بكهرباء في حالة صلبة؟ نحن قلنا أنه لا يوصل في الحالة الصلبة لأنه لا يتكون عندي أيونات لا يتكون عزيز الطالب عندي ماذا؟ أيونات عندي اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات الآتية عندي العديد من المركبات لما أقع أشوف اللي هو الصيغة الكيميائية لهذه المركبات طبعا الآن واضحة معكم دائما أول حاجة أكتب اللي هو الرموز وبعد ذلك أكتب تحت التكافؤ وأعمل عملية مقص وتكلمنا عنها بشكل مفصل في الفصل الدراسي الأول الآن بل ننتقل إلى الفصل الدراسي الثاني طبعا المراقعة حصرتها أكثر شيء في الفصل الدراسي الأول بحكم أن أغلبكم يكاد يكون ناسين الآن ننتقل إلى الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثاني بسيط لأسئلة مالة بسيطة جدا يعد المثيل البرتقالي أحد الكواشف ماذا يعني ذلك دائما أنا متى أصنف أي مادة عبارة عن كاشف لما يتغير لونها يتغير لون هذه المادة عند وضعها في محلول حمضي أو قاعدي فلما يتغير لونها إذن هي عبارة عن كاشف صنف المحاليل الآتية إلى حمضي أو قلوي أو متعادل إذا كان الرقم الهايدروجيني بي أتشلها عندي أنا دائما تدريق اللي هو مقياس البي أتش عندي تدريقة من الصفر إلى الرباطاش لما يكون عزيز الطالب عندي من الصفر إلى أقل من السبعة فعرف أنه حمضي لما يكون سبعة فقط سبعة بدون فواصل سبعة فهو عبارة عن متعادل طيب أكثر من سبعة عبارة عن قلوي وبالتالي لما يكون عندي الرقم أكثر من سبعة بيكون عندي اللي هو قلوي لما يكون أقل من السبعة يكون عندي حمضي لما يكون سبعة فهو عبارة عن متعادل إذن إدعش عبارة عن أكثر من سبعة إذن هو قلوي السبعة يعتبر في النص إذن هو متعادل ثمانية أكثر من السبعة إذن فهو قلوي ثلاثة أقل من السبعة إذن فهو حمضي أي محلول هو الأكثر حمضية دائما المحلول اللي أكثر حمضية لكون البي أتش مال أقل فاللي تحت السبعة كل ما كان لو كان عندي ستة لما يكون عندي ستة خمسة أربعة ثلاثة دائما لما يكون أقل هو اللي يعتبر أكثر حمضية إذن البيئة واحد هو اللي يكون أكثر ما المقصود بالكاشف وما المقصود بمقياس الرقم الهايدروجيني عرفناها قبل شوي ما العنصر المشترك الموجود في جميع الأحماض قننة اللي هو الهايدروجين ما الأيود المشترك الموجود في المحالين القلوية اللي هو هايدروكسيد السوديوم أو أتش ما الأيونات الموجودة في كل من محلول هايدروكسيد الكالسيوم مكون من أيون هايدروكسيد ومكون من أيون الكالسيوم محلول الأمونيا طبعا مكون من أيونات الأمونيوم وأيونات الهايدروكسيد هل تحتوي المياه النقية على كمية أكثر أو قل من أيونات الهايدروكسيد طبعا يكون المتساوي بحكم أنه متعادل عندي المقصود بالتعريف الذي هو تعريف الحمز والقاعدة والمادة القلوية علشان عزيز الطالب أفرق ما بين الحمز وما بين القاعدة أعرف أن دائما الحمز قادر على منح لاحظوا معي قادر على منح أيونا الهايدروكين بينما القاعدة عبارة عن قبول تقبل اللي هو أيون ماذا الهايدروكين عندي اللي هو الصيغة الكيميائية لحمض الهايدروكلوريك وحمض الكبريتيك وحمض النايتريك وإلى آخره هذه عندك اللي هي الصيغة الكيميائية بسيطة طبعا عندي كذلك في الفصل الدراسي الثاني ما المقصود بالأحماض قدنا أيونات تعطيني اللي هي مواد تحتوي على أيون هيدروكين عندما يذوب حمض في ماء ينتج عنه فائض دائما الحمض لما يكون مع الماء ينتج عندي فائض من أيونات الهايدروكين بينما القلوي ينتج عندي اللي هو الهايدروكسيد عندما يتفاعل محلول حمضي مع محلول قلوي تتحد أيونات الـ H مع الـ OH يسمى التفاعل بين حمض والمادة القلوية طبعا تفاعل ماذا تفاعل تعادل لما يكون عندي اللون الذي عندي الآن مثال اللي تكلمنا عنه قبل شوية ما اللون الذي ستظهره ورقة الكاشف العام عنده منستها لمنظف الفرم دائما عزيز الطالب القاعدة لما تكون قوية يكون اللون اللي هو أزرق غامق اللون أزرق غامق والبنفسي أي المحالين المذكورة أكثر حمضية اللي أقل بـ H من اللي فيه هنا أقل بـ H اللي هو عصير الليمون الليمون إذن معناته هو الأكثر حمضية ما قيمة الرقم الهايدروغيني لمحلول متعادل طبعا سبعة تم اختبار الخل باستخدام إلى آخره لما يكون عندي الرقم الـ H3 ما اللون بيكون عندي اللي هو اللون البرتقالي أو برتقالي مائلي لللون الأحمر لأننا نقلنا دائما الأحماض يكون لون اكتب المعادلة اللفظية لتفاعل هيدروكسيد الصوديم مع حمض الكابريتيك هذه عندي دائما اللي هي القاعدة الرئيسية لما يكون عندي حمض مع قاعدة على طول يعطيني ملح زائد ما اكتب المعادلة الموزونة الرمزية لهذا التفاعل والتي تتضمن رموز الحالة الفيزيائية طبعا هذه المعادلة اكتب المعادلة الأيونية الصافية هذه المعادلة الأيونية الصافية بعد شطب اللي هي الأيونات المتفرقة اللي هي بتكون أيون الصوديوم وأيون الكبريتات عندي كذلك المعادلات عندي المعادلة اللي هي الأيونية عندي المعادلة الأيونية والمعادلة الأيونية الصافية كيف قاتني عندي اللي هي المعادلة الأيونية الصافية عندي أنا الآن هنا اللي هو أيون لكلور راح مع أيون لكلور بحكم أنه أيون متفرق كذلك عندي اللي هو أيون البوتاسيوم راح مع أيون البوتاسيوم بقى عندي في المتفاعلات فقط الهيدروجين والOH ووقع عندي في النت نواتق فقط اللي هو الماء كذلك هذا الكلام ينطبق هنا لما نجي نشوف اللي هو الـ AG ما حد يقابلها لما نشوف اللي هو النترات NO3 بل لاحظ أنه يقابلها نترات آخر اللي هو هذا بإمكاني أن أشطبه مع بعض هنا بيبقى اللي هو الـ AG مع كذلك اللي هو CL لأنه بحكم أن الأيون الصوديوم بيروح مع أيون الصوديوم عندي كذلك هنا معادلة نفس الطريقة اللي في الأعلى نفسها اللي موجودة في الأسفل ينتق حمض دائما اللي هو حمض الـ Hydro Chloric دائما ينتق ماذا الـ Chloridate عزائي الطلاب لما يكون عندي أنا Chloridate من اللي ينتق كلوريدات اللي فيه Chlor من اللي فيه Chlor حمض الـ Hydro Chloric ينتق حمض الكبريتيك اسمه كبريتيك إذن ينتق ماذا دائما كبريتات وحمض نقط نقط دائما ينتق نترات اللي هو حمض الـ Nitric دائما ينتق نترات بحكم اسمه Nitric تتفاعل أملاح الأمونيوم مع القواعد القوية لإنتاج ملح وغاز وماء وغاز كذلك اللي هو ماذا الأمونيا عندي هنا العديد من اللي هو التكملة دائما عزيز الطالب خذها قاعدة حمض زائد قاعدة دائما يعطيك ملح زائد ماء حمض زائد قاعدة يعطيني ملح زائد ماء حمض زائد فلز يعطيني دائما ملح زائد هيدروغين حمض زائد كربونات دائما يعطيني ملح زائد ثانيوكسيد كربون زائد ماء هذه القواعد هي ماذا الرئيسية اللي لازم أنك تعرفها وبالتالي بهذا الطريقة عزائي الطلاب نحن نكون عملنا مراقعة شاملة للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثارية طبعا أشكر كل من ساهم أن أكون موجود في هذا المكان وعلى رأسهم طبعا اللي هو الأستاذ الله يرحمه الأستاذ مراد بن عثمان البلوشي الذي وافته المنية في بداية هذا الفصل الدراسي والذي خدم التربية لمدة 32 سنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته دمتم في حفظ الرحمن عزائي الطلاب بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر